اشتركوا في القناة بس قدامي ملاحظات بتكلم عنها بشكل مرسل ولذلك ممكن تلاقوا بعض التهتها بعض التردد بعض اللخبطة وأتوقع من حضراتكم انكم تسامحوني بعد اذنكم على الموضوع ده حلقاتنا فيها حرية تامة في حرقة احداث المسلسلات اللي بنتكلم عنها ففي الحلقة دي بالتحديد لو حد ما شفش مسلسل ولد الغلابة لغاية الحلقة الاربعة وعشرين افضل يقفل الحلقة دي دلوقتي ويبقى يرجع لها لما يشوف الحلقات اللي فيتاها في المسلسل عادة في الحلقات بتاعتنا احنا بنتكلم عن اكتر من مسلسل في نفس الحلقة ولو حضراتكم متابعيننا من اول رمضان الطريقة اللي بنمشي بيها هي ان احنا بنبتدي بتقييمات المسلسلات حسب عدد الحلقات اللي بنتكلم عنها حسب القسم اللي بنتكلم عنه من الحلقات وبابتدي من المسلسلات الاقل جودة في رأيي الشخصي لغاية الافضل جودة فانا في الحلقة دي كنت ناوي اتكلم عن التلات مسلسلات بتوعنا اللي هما ولد الغلابة وقبيل وزي الشمس وكنت حبتدي بولد الغلابة لانه فعلا في السبع حلقات الاخيرة يعتبر الاقل ما بين التلات مسلسلات دول وبتديت احط الملاحظات اللي عاوز اتكلم منها ولكن طلعت ملاحظات كتير شوية اكتر من المعتاد واحنا في المعتاد بنملى مثلا عشرة ما بين عشرة وخمستاشر دقيقة كلام في المسلسل الواحد فشفت ان الانسب هو اني اتكلم في الحلقة دي بس عن ولد الغلابة على ان الكلام بتاع قبيل وزي الشمس يطلع بكرة او بعد بكرة بالكتير اوي احنا النهاردة الخميس في الجمعة يا السبت ان شاء الله وبكده يبقى فضل لنا حلقة واحدة نقيم فيها المسلسلات كلها ممكن تبقى حلقة ممكن تبقى اكتر من حلقة في نهاية رمضان بعد المسلسلات تنتهي تماما ومش متوقع انها تبقى حلقة طويلة قوي لان انا قلنا كل الكلام من خلال حلقات بتاعتنا هتبقى بس ايه حلقة ملخص عام وتقييم نهائي وحاجات من هذا القبيل سؤال الساعة هل مسلسل ولد الغلابة منقول ولا منسوخ او ولا متاخذ من مسلسل بريكينج باد كمان ما راحنا هنا بنتكلم بس للتوضيح عن سبع حلقات بالتحديد من بداية الحلقة الثمنتاشر لغاية الحلقة الاربعة وعشرين وموضوع التماثل او التناسب او الاقتباس او النقلة او النسخ او اي حاجة في الدنيا دي هنتكلم عنها وحنخصص لها قسم واضح وقسم معقول في الحلقة نفسها بس برضو مش عاوز انسى ان احنا بنتكلم في النهاية عن مسلسل عن حلقات في مسلسل ليهم احداثهم وليهم اطارهم وليهم كلام زي ده ومفاجأة عظيمة لكل الناس اللي في الدنيا اعتقد انها هتكسر الدنيا لا والله هو مش نائل من بريكين باد مشهد بمشهد يعني اتصور ان احنا بس ايه لازم نتفق عن ده مبدأ ايه وبعدين نبقى نشوف درجة التناسخ عاملة ازاي ورأيي فيها شكل وعمل ازاي فالاحداث اللي مش شبه بريكين باد او يعني دي تستحق التقييم تستحق ان احنا نتكلم عنها وتستحق اني اوضح ليه انا شايف ان مسلسل ولد الغلابة فعلا تراجع في اخر سبع حلقات واصبح يعني في تقديري الشخصي هو لا يزال افضل مسلسل في رمضان السنة دي في تقديري الشخصي انا داخل اطاره داخل تصنيفه مسلسل ولد الغلابة ما هواش مسلسل عميق اوي ما هواش مسلسل ذكي اوي ما هواش مسلسل غامض اوي ما هواش مسلسل الحاجات المعقربة ده دي هو مسلسل خفيف درامي في قسم من الاكشن في قسم من الاجرام في قسم من الحاجات دي كلها درجة التفكير المطلوبة من المشاهد مش مرتفعة قوي ولكنه بيعدك بدرجة ترفيه وتسليه مرتفعة شويتين وده اللي هو بيقدمه فلذلك هو يظل على مدار 24 حلقة حتى الآن هو الأفضل وفي نفس الوقت في آخر 7 حلقات هو الأقل مش هقول الأسوأ هقول الأقل إيه أسبابي في الموضوع ده خلوني أتكلم الأول عن الحاجات الكويسة وبعدنا أتكلم عن الحاجات اللي مش كويسة لأن الحاجات اللي مش كويسة أكتر شوية الحاجات الكويسة أولها هي أن الإقاع بتاعنا لا يزال سريعة لا يزال فيه أحداث كتير بتحصل وأكتر بكتير من كل المسلسلات الأخرى اللي أنا بتابعها اللي هم تلاتة عين لسه كل حلقة فيه جديد لو ابتدنا نبص على فرق الأحداث من الحلقة اللي احنا وقفنا عندها اللي كانت الحلقة الخمستاشر للحلقة اللي 24 زي ما يكون مسلسل راح ومسلسل جه زي ما يكون فيه دنيا غير الدنيا موجة جديدة من الشخصيات ظهرت موجة قديمة من الشخصيات اندخرت راحت بحلوة وبمرها زي عيد وأخوه عبدالقادر والكلام ده كله دي كانت مرحلة وانتقلتنا المرحلة تانية بشخصيات تانية بالكلام ده كله عمودنا الفقري الأساسي المتمثل في عيسى وبشكل أقل شوية فرح موجود وتطور وشكل وتغير وأبعاد وتغيرت وتريد وتغيرت وأهداف وتغيرت وكل حاجة في الدنيا فبناء عليه لسه احنا محملين بقدر معقول جدا من الأحداث على مستوى الكثافة وده بيمنع عننا الملل النقطة التانية المهمة جدا والانا لسه بدي للمسلسل على مستوى التأليف وعلى مستوى الاخراج الفضل في النقطة دي هو انه مهتم جدا بتبرير كل حاجة بتحصل بدون أدوات درامية رخيصة يعني ما بيعملش ريترو اكتف كونتينيوتي ما بيرجعش يقول لك لا والله ده أنا كان قصدي والمسلسلات الأخرى عملت ريترو اكتف كونتينيوتي اللي هو نظام فيه مشهد انت شفته بعدين يرجعوا لك لا لا مشهد ده ما تمش كده ده بعد ما الكاميرا فصلت حصل واحد اتنين تلاتة اربعة وده بيبرر معرفش مين لا المسلسل ده اتحطط له ستوري بورد لأحداثه دقيقة وصولا للحلقة الاربعة وعشرين أنا أقدر أقول ده فيه اهتمام بالتقييم كل سؤال هتجاوب عليه ده حصل ليه في الاغلب المسلسل اجتهد في انه يوفر اجابة الاجابة دي مقنعة ولا مش مقنعة ذكية ولا مش ذكية حلوة ولا مش حلوة ده موضوع نسبي كل واحد في الدنيا قرر وانا عن نفسي فيه حجج وقراء وحاجات من هذا القبيل وتبريرات اتقدمت في الحلقات اشترتها وفيه حاجات تانية كتير ما اشترتهاش بس مقدرش أنكر ان المسلسل اجتهد هو دريان بالخطوط بتاعته وبيرجع يراعيها بيرجع يعمل لها اصيانة يعني على سبيل المثال انا كنت ذكرت بشكل واضح ان انا عندي مشكلة في الحجة بتاعت المخزن بتاع المدرسة اللي محدش بيخشه غير مرة في السنة واتهمت المسلسل باعطاء حاجة فيها تبرير وملأمة اكتر من اللازم استعدادا لحاجة هو نوع يعتمد عليها وبعدين مش ده اللي حصل المخزن فعلا منتسرق فيه واحد دخل المخزن عشان ينظفه وسرق البضاعة وتسبب في ازمة كبيرة وتسبب في تحول كبير جدا في الاحداث بتاعتنا وده على فكرة من المراحل الزكاية لانها بتبرر حاجتين او بتقدم حاجتين اولا بتقدم التحول اللي انا اتكلمت عليه وثانين بتؤكد على معلومة مهمة جدا ومن اكثر المعلومات والامور اللي ممكن تكون بتميز المسلسل بشكل ما هو ان ابطاله مش اذكية مش اذكية يا جماعة شخصية عيسى مش ذكية بالعكس دي ممكن تكون غبية شخصية فرح مش ذكية بالعكس ممكن تكون غبية وهم كانوا على وعلى جانب الاستقبال من اكتر الخدع اللي تم تدبرها في المسلسل كله على بعضه ونجتهم حتى الان قائمة في الاساس على شوية حظ على شوية جرأة على شوية استبياع على شوية احساس بان ظهرنا بقى له الحيطة ولازم نعمل اي حاجة وخلاص وده عجبني ده داخل دماغي جدا انا مبسوط منه وانا بتفرج على المسلسل نقطة تانية انا مثلا قلت المخزن اللي كان فيه اللي كان فيه المخدرات اللي ما كانش يعرف مكانه غير فرح وبرضه اتهمت المسلسل بانه هو بيصمم حاجة ملأمة اكتر من اللازم عشان فعلا هي بس اللي يبقى معها السر ومعها المفتاح وقلت طب ما هو نصيف اللي هو الصيدالي اللي هو الكوك اللي هو الطباخ عارف مكان المخزن ولما الناس دي ماتت ليه ما اطمعش ان هو يروح هناك ده تم تبريره وتم تبريره بشكل عابر جدا وهو ان لما عيسى بيبتز نصيف عشان يرجع يشتغل معاه نصيف بيقوله انا كنت بعيدة عن السكة دي وقلت خلصت لوحدها يعني هو عمل ارشين من الموال ده وخلص وانتهينا ولما الناس دي ماتت وبتاع قالك بس خلاص يبقى الموضوع انتهى جات لي هداية من السماء وخلصنا ولكن لما تجي لي بتبتزني وجاب لي بتاعه وحتديني فلوس وحتعمل لي بتاعه حاطر حاجة لكن ارجع اطمع في ان انا اروح اخد بضاعة واقول يا تسويق واقول يا موال واجيب لي نفسي القتل واجيب لي نفسي واجه على القلب ما عملتش كده حلو ان المسلسل مش مبروز الحاجات دي حتى لو حد متابع المسلسل انا مش ضامن اذا كنت حضراتكم لاحظتوا الامور دي لو متابع المسلسل وامتابعني بس انا لاحظتها انا شفتها ولازم ارجع اعترف بيها المسلسل مليان مساحات للتبرير فيه حاجات تشتريها وحاجات متشتريهاش والمسلسل لغاية دلوقتي ايقاع احداثه سريع ومهتم بانه هو يقدم لك جديد كل شوية ده الكويس اللي عندي في المسلسل ايه بقى اللي مش كويس ايه اللي بيخليني اقول ان المسلسل تراجع بشدة في اخر سبع حلقات ووصلت لدرجة ان انا اقول على مدار السبع حلقات الاخيرة هو الاقل وعلى فكرة هو مش الاقل فقط لان هو تراجع بشكل فظيع هو الحقيقة زي الشمس وقبيل كمان اتحسنه كتير جدا في اخر سبع حلقات وعندي كلام كتير اقوله فيهم ان شاء الله بازن الله في الحلقة اللي جاي اول حاجة المسلسل مبين جولات الاحداث الغنية اللي بتحصل فيه والاقاع السريع ده بياخد بوزز بياخد استراحات مستفزة جدا علشان يدينا حمل نفسي او حمل عاطفي وفجأة الممزيكة تقلب حزيني وفجأة عينين شخصياتنا ترورق بالدموع وفجأة نهدى علشان يشعروا بالندم او يوصفوا نفسهم باقضع الفاظ الحقارة او انهم يصنفوا نفسهم كمجرمين ويتأسفوا على حالهم او انهم يدون حكم في الفلوس وقيمتها واللي بتجيبوا واللي بتوديوا الكلام ده كل وده كلام فاكس الى ابعض الحدود يعني انا وانا بتفرج الهون زم فاين يا معلم ورون الكلام ده في الاحداث وهم عملوا كده قبل كده لما بتوريه جوه الاحداث انا بمبسط اكتر انا بشغل مخي معك شوية فالدنيا بتبقى حلو وحطة البروفايل بتاع شخصية عيسى دوت وان كانت مش اصلية واحنا نتكلم في الموضوع دوت زي ما اتفقنا ولكن كويس حلو وما بنشوفش زيه كتير في الدراما العربية وحاجات زي كده ليه البوزز وليه ليبيا مزيكة حزيني ليه الندم وال والمهانة والانفطار القلب اللي حصل عندهم هما الاتنين لما عرفوا ان يمكن قتل عبدالقادر ما كانش ضروري رغم ان احنا عارفين ما بينما بين بعض ان قتلوا كان ضروري لان هو كان خطر داهم عليهم واعاد التأكيد على ان شخصياتنا مش زكاية هما بيتصرفوا وخلاص وكلام زي ده ده الشق الزكي في الاحداث وده الشق اللي المسلسل بيجري عليه بشكل واضح جدا علشان يروح لللي الناس متعودة تتفرج عليه واللي الناس متعودة تتفرج عليه واللي بيجيب ده ما بيخشش دماغي انا شخصيا كممثل احد شرائح المشاهدين ليه الهربدة والعياط وتضيع الوقت الكتير فان احنا عارفنا ان حمزة خد حكم اعدام يا صلاة النبي ما احنا عارفين انهم حيتعدم ايه الجديد اللي في الماضي ليه نقعد ده كل وعملين نهري وننكت في نفسنا عشان حمزة حيتعدم ليه الخطبة الفضيعة اللي حتحطت بتعملت قدام الترابيزة اللي مليانة فلوس اللي سابوها بيتها ورجعوا تاني يوم والشباك كان مفتوح على فكرة الشباك كان مفتوح فيه السطرة كانت بتدخل هوى وهي جنبهم على الشمال يعني يعني من الحاجات اللي ما عجبتنيش مع المشاهد العاطفية اللي ما اقدرش اصفها بانها جيدة دي ومش عايزة اديها وصفة اكثر قصوة من كده شوية اداء الممثلين كله تراجع لانهم بيقدموا مشاهد كلها على بعضها مش مقنعة اصلا كل الممثلين اداءهم تراجع يمكن الاقل تراجعا تكون صفية لانها زي ما اتفقنا هي عواطفها مكررة شويتين ولكن ده كان مفيد لانه بيرجع تاني يعرفنا بصلة بصلة الاخلاق بالنسبة لتصرفات عيسى المفروض تكون مش هورة فين دلوقتي بقى كل رجوع لها تضيع وقت لانها ما بتقولش حاجة جديدة بالعكس هي ممكن تكون ابتدت تبان برضو مش زكاية شويتين اللي هو نظام معرفش مين مين عمل ايه خلاص عيسى هيتعدم هي كل اللي في قلبها انه عيسى ده لازم يهيتسجن يهيتعدم دلوقتي احنا فيه مصيبة حصلت يبقى عيسى هيتعدم الانبوبة البوتجاس خلصت يبقى عيسى هيتعدم كويس للشخصية انا مش متوقع تغير في موقف الشخصية لان ثبتها على موقفها مهم بالنسبة للاحداث اللي بتحصل دلوقتي ولكن خلاص ما نتروح لهاش كتير بقى ورينها هي بتعمل ايه في حياتها لما تكون ما بتكرهش عيسى هي مش قاعدة تكره عيسى 24 ساعة في 7 ايام في الاسبوع يعني نشوفها هي بتاكل طيب نشوفها هي بتتكلم مع حد في اللبس في الهدوم في الفاشن ما عرفش شوية شوية يعني نفصل شويتين ده برضو اصد اداءها بالملل شوية اللي اداءه حلو بقى اللي اداءهم حلو الحقيقة هي الشخصات الثانوية شويتين يعني يمكن يكون ادورد برز شوية في اخر 7 حلقات يمكن يكون الممثل اللي بيقوم بدون نصيف الصيدالي رغم مشاهده القليلة ولكن عجبني انا انبسطت منه ومن اداءه ففيه اثر واضح على الامور ديت على الاداء التمثيلي من نقطة الحمل العاطفي اللي احنا بقنا بنحمله المشاهد لا تحتمل ذلك على الاساس نضيف على حتة الاداء التمثيلي ده هي اننا بقنا بنقضي وقت طويل جدا في المشاهد اللي بتعكس ابعاد عاطفية للعلاقة ما بين عيسى وفرح وللأسف الكيميا ما بينهم متضمرة متضمرة الكيميا او التناغم ما بين الشخصيات ده بيتأسس زي يا جماعة يعني انبساطة المشاهد اللي ما بينهم اللي بيقوا فيها لوحدهم اللي المفروض توصل لك هدف معين تقتنع به وانت رادي المشاهد اللي ما بينهم دلوقتي المفروض توصل لنا هدف التعاطف الرومانسي معاهم انهم اتنين بيحبوا بعض الكلام زي ده والمفروض دم المشاهد دو تيبقى خفيف على قلبنا ده اللي انا بقيس عليه التناغم او الكيميا ما بينهم واصل الفين احنا راضيين عن علاقة الحب ما بين عيسى وفرح انا عن نفسي لا يعني انا وانا بتفرج لا انا مش راضي انا ميكونش عايزهم يقعفوا على قرار المنسية من اساسه لان الموضوع مش راكب يعني مش داخل دماغي بصراح هل انا حسس معاهم بطعاطف رومانسي ده ابعد ما يكون يعني مش قادر انا نفسي تبطل نفسي تسيبوا بعض بشكل او باخر طيب هل المشاهد اللي فيها غزل ما بينهم وما بين بعض حتى لو كان غزل عابر حتى لو كان غزل هزلي بيقلب كوميديا في مرحلة من المراحل احنا دمه خفيف على قلبنا شايفين ان هو كيوت انا لأ برضو انا مش قادر وانا انا ما بكراش احمد الساق انا بحب احمد الساق ومقتنع ان هو عنده قدرات تمثلية ممكن يكون تجاهلها الفترة من الفترات من اجل اهداف اخرى او كلام زي ده لكن انا شايف ان هو ممثل كويس ودمه خفيف على قلبي عكس برضو قدر كبير من البشر اكتشفت الموضوع ده يعني ماي عمر ما قدرش اقول نفس الموضوع بالنسبة لها دمها مش خفيف على قلبي بشكل عام ما عنديش اسباب تخليني اقول انفي عنها الموهبة بشكل عام اقول ان انا بحبش اتفرج عليها دمها مش خفيف على قلبي ولكن انا شفت احمد السقق قبل كده في مشاهد مع ناس دمهم مش خفيف على قلبي ولكن كان فيه كيميا معينة فوصلتني لدرجة رضع عن اهداف المشاهد بتاعتهم مع بعض المرة دي مش شغال الموضوع مش راكب فبرضو من العيوب خصوصا كمان ان المشاهد ده اتزادت بقت كتير ما بقتش قليلة يعني النقطة اللي بعد كده ان المسلسل ابتدى يدخلنا في تقليد من الكليف هانجر اللي هي النهايات المفتوحة في اخر كل حلقة النهاية اللي تخليك ايه يا نهر يحبس ده حيموت يا لهوي ده حيتمسك يا لهوي ده حيتقتل اللي هي الحاجات دي اللي هو نزم وبعدين يوقفك في اللحظة معلقا ما بين السماء والارض اللي كي تستمر في التفكير في هذه اللحظة حتى الحلقة القادمة وانت ما بتفكرش في اي حاجة تانية ده مش مدايقني خصوصا وانه مسلسلات رمضان مسلسلات يومية قزمتي بس ان هو دايما فيكس ان هو دايما بينزل على ولا حاجة عيسى وقع بالسان وباعتراف حاد جدا قدام الزابط في كليف هانجر لأحد الحلقات الحلقة اللي بعدها ولا حاجة عارف يخرج من الموقف بان هو قدم معلومة وهو احنا قاعدين او غير الموضوع او قلب ما عرفش مين حمزة الفجعة اللي هو فيها كان حتى تتسبب في القتل وفي احد الكليف هانجر ستعت احد الحلقات والحلقة اللي جاية ولا حاجة عبدالقادر ما رضيش يديله منهم معالي اللي هو كالهدية فبناعا عليه ما ماتش ولا حاجة والدنيا استمرت رشوان ورجال توصلوا لمكان المخزن اللي حمزة موجود فيه وقفوا قدامهم بالعربية ودلوقتي بقنا بوقفين قدام مواجهة ممكن يطلعوا الرشاشات ويصفوهم كلهم موقفين كليف هانجر بتاع احد الحلقات الحلقة اللي بعدها لا والله هو كسر يمين بزيادة وطلع يجري منهم يمكن الكليف هانجر الوحيد اللي طلع من وراء حاجة هو موضوع المخزن بتاع المدرسة ده الى الحلقة اللي بعده فعلا تأكدنا من المخزن فدي انا كنت ابتدت اشك في ان الحلقة اللي جاية حنلاقيه لا والله هما بس نقلوا القوضة تانية وهما مش واخدين بالهم هما بقى ايه اللي موجود في اللشويلة دي بالزبط والدنيا عدت ومحصلش حاجة فاشكر المسلسل على انه هو في التفاصيل اللي بتخلق تحولات مهمة ما بيلجأش لعناصر الرخص في الاطارة انا اعطيه هذا الحق ولكن الكليف هانجرز انا ما بقيتش مستني منها كتير يعني احنا دلوقتي يوقفين في الحلقة اللي 24 على كليف هانجر البوليس وصل للمكان بتاع المعمل اللي هما بيعملوا فيه الستروكس اللي فيه نصيف المفروض اللي هو نهاية كل شيء المفروض انا ميال اكتر للاعتقاد انه هتلاقي حمزة نقل سوري عيسى نقل المخزن ده المكان تاني بس خلاص وممكن اطلع غلطان يعني بس ده بقى الانطباع اللي بيجيلي من ناحية استخدام المسلسل للكليف هانجرز او للنهايات المفتوحة اللي فيها ترقب عالي بشكل عام ضيف على ده انه اصلا اغلب السيناريوهات فيها حتة مهوية يعني عبدالقادر الخلاص ناوي علنية من يلا الاتنين دول ومن ناحية تانية هم شمين منهم ريحة الغادر وابتدوا يخلوا بكلامهم في حاجات معينة يوم ما يديلك ومعالي بتروح تضربها كده على طول يعني لما جاش في مخك فراسة كده يعني على الماشي كده تدوق حد منها ولا تشوف اللي جراله ايه خصوصا ان كان عندك حد في الزنزانة حيموت على انه يجربها حيتجنن عشان يدوق منها يعني طب ما تديله ده كان يبقى انتقام بويتك جدا كمان لو حامزة مات بسبب السم بتاع الموضوع ده نقطة تانية برضو في حتة التبرير اللي انا مش قادر افهمه ده قوي هو دلوقتي عيسة بقى حاجة تانية عيسة بقى بفلوس بعربية بنفوذ بهدوم بشامبر جديد للنظارة وبالامور دي كلها البوليس ما ابتداش يشكي فيه ويدور وراه تاني ولا يحطه في حزبانه غير لما حامزة هرب طب التحول اللي حصل قدامكو ده ما كانش محتاج ان انتو تعتنوا به شوية او تبصوا عليه او كلام زي ده ويسعر ده حاجات كتير فالمسلسل بيخلق تحولات بيخلق حاجات زي كده بيهتم بانه يدي مبررات ودي نقطة انا حسبتها لصالحه بكل تأكيد ولكن بعض التبريرات ده زي ما بقول ممكن ما تشتريهاش وانا في حاجات كتير من اللي شفتها ما اشتريتهاش ما دخلتش دماغي يعني ضيف لده كمان النقطة الاساسية بقى اللي احنا عوزين نتكلم فيها هي التماثل اللي بين المسلسل ده ومسلسل بريكينج بات اولا لان انا عملت عن المسلسل ده كم حلقة يا معلم اربع حلقات مثلا لغاية دلوقتي لو انا فكر صح لان الحلقة الخمسة كنا نتكلم فيها عن زودياك بس وما اتكلمتش عن التماثل مع بريكينج بات على الاطلاق يعني وانا بتفرج انا مش حاسس ان موضوع التماثل مع بريكينج بات ده يستحق الذكر الناس كتير كانت بتتكلم عليه لمجرد ان هو مدرس انتقل لتجارة المخدرات وعشان المشهد بتاع البلاستر والنضارة ودي مستحيل تبقى صدفة على فكرة وحو شرح لكم وجهة نظري في النقطة دي بالتفاصيل كمان شوية ولكن ما جاش في بالي حقيب منتال امنا ما جاش في بالي والثورة الكبيرة بتاعة الكومنتات والميمز والكوميكس والكلام ده كله ما ظهرتش غير في اخر كم حلقة ما كانتش بالكتافة دي في البداية انا بتكلم على السوشال ميديا النقطة الرئيسية هي المسلسل ده بيدور عن ايه تعالوا نفتكر كده مع بعض المسلسل ده بيدور عن بروفايل شخصية انتقلت من جانب الخير والقيم والمبادئ لجانب الشر والاتجار في المعرفش مين والقتل والاجرام الى ابعد حدود احنا عوزنا في الدنيا هل ده شيء ما تقدمش قبل كده في الحياة الا في بريكينج باد اكيد لا بس بريكينج باد كان عنده مقطة زيادة سيكة وهي التأكيد علينا شخصياتنا اللي كانت مليانة مثل ومليانة مبادئ في البداية دي كان دايما عندها بذور شر خامدة خاملة غير نشطة هي موجودة عندك بس ما نشطتش هي كانت محتاجة الكاتاليست محتاجة المحفظ اللي حيخليها تتفجر طيب هل ده برضو متقدمش قبل كده الا في بريكينج باد بكل تأكيد لا بكل تأكيد لا اتقدم كتير جدا من اول مايكل كورليون بتاع من اول ماجنيتو بتاع اكس من من اول يا عم عندنا حتى في الدراما العربية فاهمي عبد الحميد عد الامام فحتى لياطير الدخان مين تاني انا كنت حطت قدامي امثلة اخرى اناكن سكاي ووكر من الستار وورس ساجا دارث فيدر شخصيا اللي ابتدى من الاول شخصية خير ولكن جواها بدور شر مستنية الكاتلست عشان تتفجر هارفي دانت بتاع بتاع باتمان اللي كان دي ايه مليان مثل ولكن هارفي تو فيس للحادسة المعينة دا يتشقق لبة الدنيا وتأكيد مرة اخرى على ان كان عنده بدور شر هو ما كانش مثالي ونروح بعيد ليه احمد السق شخصيا في فيلم الجزيرة اتقدم على انه شخصية اه هو عارف التجارة اللي احنا بندور بياها بتاع بس ما كان شخصية شرية ما كان شخصية التالت قتلة ما كان شخصية فيها تحدي يسافر للحكومة يعني لغاية لما حصلت الحادسة اللي فجرت الشر الحقيقي اللي موجود جواه ولو حنتكلم على ان مين نقل بروفايل الشخصية بقى فالجزيرة انتج 2007 بريكينج باد اتدى فالفين وتمانية انا بقولش ان في حد فيهم نقل من التاني انا بتكلم على ان البروفايل دا وان كان ما بيتقدمش كتير قوي زي بروفايلات اخرى في السينما ولكنه تقدم قبل كده وموجود طيب هل المسلسل بتاعنا عمل مجهود كافي عشان يبعد عنه الحقيقة لا والاسباب انا مش شايف ان هي طلفيقية والاسباب دي انا شايف انها مش طلفيقية لان في اسباب اخرى طلفيقية جدا بس خلونا نتكلام على بحتة دي الاتنين مدرسين اه فاين الاتنين مدرسين ولكن ده مدرس تاريخ وده مدرس كيميا ليه المدرسة المدرسة يا جماعة عنصر مهم جدا على المستوى الرمزي في المجال دا لا يكفي انه يكون موظف فمعرفش مين فمصلحة حكومية لا يكفي انه يكون دكتور لا يكفي انه يكون مهندس لازم يكون راجل عنده محراب لان المعبد دا لما يتقلب لما كان خيانة تأثيره الدرامي بيبقى رهيب جدا ولكن شخصيتنا مدرس تاريخ ما عندهش مهارات ومش زاكي كمان ما عندههم المهارات ومش زاكي كمان هي الظروف اللي دفعته في السكة اللي هو ميشي فيها دا بس هو لقى جوه فيها هو لقى خلاصه فيها فمقدرش اقول ان انا بنفي عنه صفة الشر بالعكس هو شخصية شريرة وعشان كده بقول شخصية صفية شخصية مهمة لانها اللي بتؤكد على اتجاه البصلة في النقطة دي ولكن عشان اقول ان هو عمل موضوع المدرسة عشان يقلت بريكينج باد انا مش ترتهاش قوي بصراحة في خطوط تانية استمرت معانا بشكل واضح زي ما تقول كده قريبة يعني تخليك لو انت عاوز تتلكك للتفكيرة بتاعة بريكينج باد دي تروح لها ولو انت متعاطف متروح لهاش ودي انا سايب الحكم فيها للناس يعني انا انا مش عاوز احكم عليها او مش عاوز اتدخل فيها اكتر من اللازم لانها نسبية جدا زي ما نتكلم مدرس ومدرس ولكن ده مدرس زكي وده مهارات استثنائية جدا وده مدرس الحياة غبي وما عندوش اي مهارات على الاطلاق لا مهارات بدنية ولا مهارات عقلية ولا اي حاجة على الاطلاق النقطة التانية ده بيطلع كسبان كل مرة بفضل مهاراته وده بيطلع كسبان مرات مش دايما بيكسب ساعات بيكسب وساعات بيخسر ساعات بيخسر جامد كمان وزي ما بنقول كده اللي مجرد ان هو ظهره بقى للحيط فبياخد خطوة فيها جرأة متناهية واللي يحصل يحصل ساعات بيجي معه ساعات ما بتجيش معاه وانا شايف ان ده كويس ده كان عندو عنصر مهم جدا في العائلة بتاعته اللي هي سكايلر شوية يمين وشوية شمال شوية معاك شوية لأ شوية تشتغل معاك شوية تقلب عليك معرفش مين الناحية التانية تشكيلة العائلة اللي عند عيسى الحقيقة كل واحد فيه مواخد اتجاه وماشي فيه من البداية ما غيروش صفية هي البصلة الاخلاقية صديق هو النسخة المرنة وقيس على ده حاجات كتير جدا وفيه عناصر كتير انا قادر اقول انها بتميز المسلسل بتخليه مش شبهه تشكيلة العيلة مختلفة تماما فيها ناس تانية مش بس فيها ناس تانية هي كلها على بعضها مليانة تضارب مليانة باكستابينج ومليانة ناس المفروض انها توقف جنبك والباكستابرز دول اللي هما بيتعانوك من الخلف بيتقلبوا بعد كده والمفروض انهم ما يوقفوا جنبك بيغضبوا عليك وبيحنقوا عليك بشكل كبير جدا وانا شايف ان اجمل حاجة في المسلسل ده كله على بعضه هي تشكيلة العيلة ولما تبعدت عن الصورة شويتين المسلسل فقط كتير من بريقه على الاقل بالنسبالي انا شخصيا العدو اللي عنده ضد دكتار اللي بيكرهك اللي هو كان ضاحي هو بيكرهك وعاوز ينكل بيك عاوز يهينك بسبب تاريخ بسبب واقعة معقولة مش مجرد ان هو شرير وخلاص ما كانش فيه منه في بريكين بعد على قد ما انا فاهم يعني انا شفت المواسم كلها ورجعتها كلها وما كانش فيه حاجة زي دي البوليس فجر زابط البوليس سهل جدا على مسلسل ولد الغلاب ان هو كان يجيب ما اعرفش مأمور في الحبس ما امور في المعرفش مين متجوز واحدة من اخواته زود كمان اختي عام وجوز الواحد ما اعرفش اي حاجة مش لازم يكون زابط يعني وبعدين نرجع بقى نتريع عليه ونطلع عليه ميمز كمان انه هو نسيبه اللي بيشتغل في البوليس اللي بيلعب عليه الالعيب بتاعته وده كان عنصر جذاب جدا في بريكين باد في حاجات هنا مش موجودة هنا وفي حاجات هنا مش موجودة هنا واللي في النص فيه شوية تماثل وفيه شوية تنافر والتماثل اللي فيه مش للدرجة العملاقة الجبارة اللي تخليني اقول انه منقول من المسلسل او متجاب من المسلسل بشكل واضح جدا التعائدات بتاعت مراته السابقة اللي هي زينب بجزءها التاني بالكلام ده كله ده خطة اصلي ملوش ماتيل الناحية التانية وانا عارف كويس قوي ان لو فيه حد صنف نفسه كهيتر رغم عدم اعترافه بذلك وقرر انه هو اي هسة اي نفس اي لقطة اتعاملت في ولد الغلابة يلاقي لها مثيل في بريكينج باد يا عم معيش حياتك انا اسهل علي جدا ان انا اعمل لك حاجة زي كده عشان اثبت لك ان كل المشاهد اللي في كل بل متاخدة من فيلم المرأة الحديدية بتاع نجلق فتح وهو اتعامل الاول على فكرة عشان رجع بعد كده اقول لك ان كونت ان ترنتينو كان بيسرق من نجلق فتح او كان بتسرق من نجلق فتح انت لو لو فتحنا خط التلكيك مش هنخلص ومفيش حد في الدنيا هيغلب في الموضوع ده كله الخط برضو بتاع فرح ده كله بجزها الابيوزر اللي كان بيضربها واللي حولها هي شخصيا لشخصية شريرة برضو الكلام ده كله ما كانش ليه مثيل ففيه فيه فروق لو انت متعاطف حتقول مش شبهها خالص لو انت متشدد حتقول يا معلم لو انت بالعقل نختلف يا سيدي مش حولك لو انت بالعقل تبقى منصف فلازم تاخد رأيي يا عم اختلف وقول رأيك زي ما انت عاوز وعيش حياتك زي ما انت عاوز ده الوضع في كل حاجة تقريبا لغاية لما في الكام حلقة الاخرانيين لا بقى فيه تماثل مرعب يا جماعة والتماثل ده ما هواش تماثل خطوط هو تماثل مشاهد فيه تلات اربع مشاهد كده لا ده انت فعلا كوبيو بيست بس ده في الباسو ولا معرفش الحتة اللي هما فيها في القرب المكسيك دي عشان الكارتالهم معرفش مين والتاني في المانيا مجرد ان هما لابسين بانطلونات وقمصان وانت هنا لبستهم جلاليب زي المشهد بتاع المقابلة بتاعة الغيط بتاعة عيسى برجلته ورشوان برجلته ميمة بالقاوي قابلة للمميمة الى اقصى الحدود المشهد بتاع الفلوس اللي على الترابيزة زي ما بقول اللي قعدت ليلتين على الترابيزة دي ميمة الى ابعد الحدود وبعدين لما اجد فكر اتفرد يا جماعة ما اللي قبلها مش شبهها واللي بعدها مش شبهها اش معنى دي كانت شبهها قوي كده زي اللقطة بتاعة عيسى وبالنضارة بالبلاستر اللي في الحتة دي بالتحديد مش هنا ولا هنا لا لازم هنا ليه لو عاوز تخلق اختلاف هنا هتقدر تخلق اختلاف بشكل سهل زي الاستخدام بتاع المحامي اللي بيقوم بدوره احمد زاهر وانا عندي عليه تحفظات بس ده على جنبي يعني التشابه مرعب التشابه قريب بشكل عجيب ما بينه وما بين سول جودمان لدرجة ان زاوية تصوير الكاميرا في المشاهد دي وفي المشاهد دي تقريبا شبه بعض جدا سؤال ليه ليه انت عملها بالشكل ده رغم ان برضو الغرض من تواجد المحامي ده كله على بعضه وعلى ما يبدو كان انه هو يطلع حمزة موضوع غسل الاموال ده كان ممكن يتاخد باي غرض تاني ممكن احنا قصة كاموشها دي ما نتمش به ما نركزش فيه خصوصا ان على ما يبدو البوليس ما القاش بالا ما ركزش ما خادش باله من الكلام ده المشاهد بتاع انا الطباخ رغم ان هو ما قالش الناس وصل بيها الفجر في المميمة ان هم بيقولوا حاجات ما تقلتش بيكتبوا حاجات ما تحطتش والناس عايشة خلاص وصدقوا بقت معلومة هم عرفوها مش اتقلهم هم عرفوا انا اواخد بالي من المفردات اللي تتقل انها كيس تستحق الدراسة جدا وحقولكم ليه برضو ناسف نحن طولنا بس الحمد لله ان الحلقة دي مقتصرة على مسلسل واحد ليه ده تعمل ليه ده تحط في الشكل ده تعالوا نبص على النتيجة النتيجة ان مسلسل ويلد الغلابة هو اكثر مسلسل بيتم الحديث عنه في رمضان 2019 من اللي بيشوفوه ومن اللي ما بيشوفوهوش من الديفندرز ومن الهيترز من اللي بيتصدوله ومن اللي بيكرهوه بأسباب اثناء المسلسل او بأسباب مسبقة الناس زي ما يكون الراجل بقى بيديكم اسباب ان انتوا تطلعوا تطلعوا عليه ميمز انا في اكاونتات على الفيسبوك خلت ويلد الغلابة شغلانتها خلص يتعملش حاجة غير ويلد الغلابة يا اما نكت يا اما ترياءة يا اما بتاعي يا اما بخف الدم يا اما بغضب يا اما معرفش مين وانا قاعدة اوبزورف ومش قادر اصدق نفسي من ان الكلام ده لو كان مقصود يخربت الزكاء يخربت الزكاء من ان الناس دي تنجح في ان تخلي المسلسل ده اكتر مسلسل ترندنج من اللي بيشوف ولي ما بيشوفش ودي كت افضل حاجة ممكن توصلها من اللي ما بيشوفش ولو هم عندهم ادراك لده يبقى يخربت الزكاء يخربت من الجانب الاخر استغلال ده بشكل اثر على المسلسل كله على مستوى الدراما على مستوى المشاهدة بشكل سلبي ولكن ما اقدرش انكر انك لو حقيقي وانا ممكن اكون مخطئ طبعا مش بؤكد على الكلام ده ولكن لو انت فعلا مخطط الكلام ده ما انت فعلا اصل الهيترز والالويز هيت هم عمرو في حدهم هتفرجوا لما يحصل ايه لما تتشقلب لما الهوليوود ريبورتر تكتب على ان ده افضل مسلسل في ترخي البشرية برضو مش هتتفرج بس ان ايه خليك تتكلم عني في اليوم سبع اتمن مرات انا شايف على ما يبدولي يعني ان ده المقصود لان زي ما بقول انت لو عاوز تخلق بعد ابعاد الاختلافات في الامور اللي زي دي تقدر شوية اختلافات بسيطة حتى عشان تخلي اللي عاوز يدفع عنك يمسك في تلبيب دفاعك ده او في الخطوط اللي انت رميها دي او في اي اختلافات انت عاملها ويقولك لا والله ده مسلسل تاني خالص ولكن انت مش عامل كده ده انت زي ما تكون بتتلكك عشان تقدم الامور دي ودفعت الناس لشوية حاجات بصراحة انا انا مستغربها جدا انا مستغرب من ان الناس كتير بتقولك هذا المسلسل معه هو اللي نقل من مسلسل بريكينج بيت وناس عملة تنقل نفس البوست نفس فكرة السرق على عيني عينك ده وكل واحد متصور انه البوست الاصلية بتاعته يعني مع تماثل بقى هو راح يجيب الحاجات اللي ترمت قدامه فما فيش مانع يعني والحاجات التانية عمالي لفقها وهو مين هيعد وراه يعني مبرحتي عامل لانا عاوزه بتاعه لكن اللي اللي خليني متأسف هو ان في بعض الاراء من بعض الناس اللي انا بحقيقي يعني شايف ان هم احسب من كده شوية الناس اللي بتدوا يقولوا هذا المسلسل منقول من بريكينج بيت وكفاكم رخصا وكفاكم بخصا وكفاكم والحاجات الكبيرة دي كلها ولما حد يسأله سؤال بريء جدا هو انت بتتفرج على المسلسل يقولك لا طب انت ازاي تتكلم عن حاجة من غير ما تتفرج يقولك ليه وانا غبي ما انا شفت الصور ما انا شفت المشاهد اللي بتنقل ده من ده والله العظيم عيب والله العظيم عيب وربنا عيب خصوصا ان في بعض الناس دي اتنقاض يعني بيقولوا عن نفسهم مقاض ناقد بيحكم على حاجة ما شفهاش لمجرد ان هو عاوز يركب العجلة عاوز يركب المرجحة بتاعت السوشال ميديا عاوز يبقى له من الحب جانب عيب والله عيب يا باشا شوف المسلسل واطلع دافع عن اللي انت عاوزه بيكل ضراوة سواء عن اقتناع او لمجرد انك مستحيل تعترف انك كنت غلط ما انا عارف ما فيش حد عندنا بيغلط هو في حد في مصر بيغلط انا عارض سويد تتجننت اعمل اللي انت عاوزه بس تكون شفت لو ما شفتش تفتحش بقك ما تفتحش بقك ما تبديش رأي انا بقى يعني ممكن اكون شفت نكت عن حاجة معينة اشيرها واتحك لان النكت ده ما خفيف انا شيرت بعض النكت اللي اتقلت عن التماثل ما بين بريكينج باد وما بين ولدة الغلابة على سبيل الهضار على سبيل الدعابة الهضار مش الهضار على سبيل المعرفش مين لكن اؤكد واطلع اقول رأيي انا اللي بتبناه بانه هو نسخ بنسبة 100% وانا ما شفتش تفتحش بقك ما تفتحش بقك بالذات لو انت صاحب رأيي يعني ما تفتحش بقك انا اكتر واحد في الدنيا بيحتدم كل لو طلعت يا عم دفعت عن كل اللي انا بقوله ده وقلت محمود مهدي بيهيس وبيهبط وبيقول كلام فارغ والمسلسل ما نقول بنسبة 100% وقابض من الفنان احمد سقق قابضوا حصنين عشان يحطهم عنده في الانتري ويدفع عنه ويعمل الكلام ده كله ومعرفش مين قول اللي انت عاوزه يعني لو انت بتتهمني في زمتي فاتيت بس لو رأيك لو حتدي رأيي يعني يقول رأي اللي انت عاوز وانا مش هدفع عنه لانه ما عنديش سبب خلينا هتحمق لقوم المسلسل ده اصلا هتحمق له ليه يا عامو هدفع عنه ليه انا اي هتيجي تقولك انت غلطان بدليل كذا وكذا وكذا هقول انت صح وانا غلط مش عايز ادف مش عايز اعلعب مش عايز اعلعب خالص يعني في الموضوع شفت وشايف ان الواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وان فيه تشابه وان ما فيش تشابه وان المسلسل اسوأ مسلسل في التاريخ وان ماهدي مقاييس وانهارت وان الدنيا ادربت قل ما شئت اعمل اللي انت عاوزه لكن ما شفتش تسكت خالص ده اللي انا شايفه يا جماعة ده اللي انا شايفه في نقطة التماثري ما بين بريكينج باد وما بين ولد الغلابة اللي نجح في انه يبقى اكثر مسلسل بالناس بتتكلم عليه في رمضان 2019 في صدمة عصبية مرعبة لمحمد رمضان والكل الناس التانية اللي بتتنافس في هذا الموسم مرعبة صدمة مرعبة يعزل المسلسل انه يبقى اكتر مسلسل الناس بتتكلم عنه سواء سلبا او ايجابا اللي بيتفرجوا عليه لسه بيتفرجوا عليه محدش افش من ان انت عمالين تقولوا انه هو شبه بريكينج باد خالص يعني ولكن انت بقيت هيتر بتعمل خمس بوستات في اليوم عن المسلسل ارجع واقول على المستوى الدرامي الشخصية بتاعت المحامي ده تعبانة جدا احمد زاهر بيقدم صوت لشخصية شكلها مش زي صوتها الاداء الكارتوني بالزيادة ما دخلش دماغي الكوميديا عموما في المسلسل ده بتعاني بشكل كبير جدا مؤخرا وانا بقول الكوميديا بتعاني لما بتكون قلبت لدم تقيل شوية يعني انا ما عنديش منع انك تحاول كوميديا انا اقولك اللي انت حاولته ده دمه مش تقيل بس اما دحكنيش لا انا الوقت بقيت بجزع في بعض الاحيان اللي لسه الغالي الوقت بيقدم كوميديا شغالة هو صديق ادوارد خصوصا في لما عاش دور المعلم مع المعلمين الكبار دي جمدة جدا دي كانت حلوة جدا ولكن تفاصيل ما كانش لها لازمة في موضوع السهول جود من عشان كده انا ميال لنقطة ان هما قصدين يا جماعة هما بيشتغلون كلنا ولا ده احساسي يا لا خصوصا ان هما بتلعوهش يدفعوا انتم لحظين ان هما حدش في يوم يدفع مفيش ولا مقالة طلعت مؤلف مسلسل ولد الغلابة ينفي تماما انه قد يكون قد نقل من هذا المنقول الذي ما عرفش مينه ودلائل واحدة طيب وعنده دلائل عنده حاجات يعني قديني صلعت السرط منها كتير هم بيعملش كده وهو قاعد على البيسين عارفين البيسين بتاع الناس الأغنية اللي دايما فيه بنات بالبيكيني في بتاعه ودايما فيه كوباية فيها شمسية هم كلهم قاعدين دلوقتي على البيسين خصوصا انهم خلصوا المسلسل كمان قاعدين بس متفرغين للسوشال ميديا والترويق الدماغ وبيحتفلوا بالانتصارات الفضيعة اللي هم عمليين يحققوها دي وانا مستدد هزا الاحتفال وزي ما بيقولكم انا لا قصدي اتصدر للمسلسل ولا قصدي اني اخسف به الارض ولا يفرق معايا انتصاره من انكساره من اي حاجة في الدنيا انا شايف انه حتى الحلقة الاربعة وعشرين افضل مسلسل في رمضان 2019 تصريح رسمي مني عنده مشاكل كبير كتيرة جدا ولكن بيجتهد في امور كتيرة جدا بشكل كويس الهايب دي كلها اللي يخصني منها بس هو انجراف البعض والبعض اللي انا يعني الناس بتنجرف طول عمرة ولكن انا انا شوف ناس ومن غير اسماء طبعا يعني انا بثق في رأيهم وحقيقي بحبهم ألاقيهم ركبوا الموجة ركبوا المرجاحة عشان خاطر السوشال ميديا وبس ولما يتسقلوا شفته ولما شفتش يقولك ما شفتش ويبجح فما شفتش بس انا عندي مخ فكر بي انا عبرينس في عيب ده اللي عز علي اني اشوفه بيحصل ويبقى احد نتائج رمضان 2019 ان السوشال ميديا تركب الناس محترمة المرجح زي كده انا طالع اركب المرجحة وعمل لكم اهو على التيشرت لو الموضوع دوت الناس عملا تغرف منه انا عاوز من الحب جانبي وهحط الطايتل بتاع الحلقة الحقيقة وراء اقتباس اهو حاجة زي كده طبعا رغم ان انا اللي عندي حقيقة ولا نيلة ان كل اللي عندي رأي ممكن يطلع غلط واحترم جدا ان انا اي حد في الدنيا يقول لي غلط سواء احترام بجد ولا احترام لترويق الدماخ انتو صح وانا غلط بس ده اللي عندي في المسلسل ده طولنا كالعادة وراغينا كالعادة اتمنى ان الكلام بس يعجبكم انه ما يضايقوش قوي لو انتو كنتو مستعدين للمضايقة من وجهة نظر ايدي بس عادي كل سنة وانتو طيبين بمناسبة اي حاجة انتو عاوزين تبقوا كل سنة وانتو طيبين بالنسبة لها ومسائل فل والف شكرا لحضراتكم على المساهدة ويا ريت تحملوه وشيروا لايك للحلقة لو عجبتكم مشتركوا في القناة وشغلوه جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باولو وطابعوني على فيسبوك وتويتر وبي باي